طيب متابعينا الكرام دعونا نلقي نظرة سريعة على الصورة التالية التي لدينا والتي تشير إلى ما تحدث عنه بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمام حضرتكم زيدان يتسبب في إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحدث بشكل عنصري ومهين عن واحد من أساطير الكرة الفرنسية صاحب الأصول الجزائرية زين الدين زيدان ولكن زيدان صمت لم ينطق بكلمة ولكن كليان بابي أسطورة الكرة الفرنسية في الوقت رهن خرج ليتحدث هو بقوة ويدافع عن زيدان ويقول بأن زيدان هو فرنسا وليس هكذا تعامل الأساطير خرج أيضا كريم بن زيمة ليدافع عن زين الدين زيدان الذي يعاني أيضا بن زيمة من هذه التصريحات العنصرية من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي رئيس الاتحاد الفرنسي الذي قلب أنه لا يأبه بهل زيدان سيذهب للبرازيل أم لا وأنه لم يفكر مطلقا في التعاقد مع زيدان ترجع عن تصريحاته واعتذر ولكن بعد فوات الأوان إذن أصحاب الحق ينتصرون في النهاية وبالفعل زين الدين زيدان هو من انتصر زيدان يمكن قد فرنسا في عام 1998 للحصول على بطولة كأس العالم كما قادهم أيضا للنهائي في عام 2006 ولكن هزموا بركلات الجزاء الترجحية زيدان أيضا دافع عنه رئيس نادي ريال مدريد في بيان عاجل ضد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وتحدث عن أن زيدان هو واحد من أساطير الكرة ترجمة نانسي قنقر